في علاقة بمبادرة الحوار الوطني نوردين الله تابوبيا من عام اتحاد الشغل يعلن في تصريح علامي وانه اتحاد الشغل اقترح محمد الناصر الرئيس السابق للبرلمان تعرفوا مليح لانه كنتم معاه في نفس المجلس في نفس الدورة البرلمانية غازي الشواشي لرئاسة هيئة الحكماء محمد الناصر ينجم يكون اليوم رئيس لهيئة الحكماء لقيادة الحوار الوطني هل الطيار الديمقراطي يساند اتحاد الشغل في هذا التوجه؟ نحن هذا مقترح الاتحاد اللي عم تنشغل وداخل الوثيقة اللي قدمه بعلاقه بالحوار الوطني اللي مقترحه على السيد الرئيس الدولة نحن مقترحين على السيد الرئيس الدولة نفس الحوار ولكن قلنا نفس السيد الرئيس الدولة هو اللي يختار من يشرف من فنيين وتقنيين وخبراء على الحوار الوطني اختار الياس الفخفاخ وارينا النهاية اختار المشيشي وارينا النهاية لا طو بش نشكوا في الاختيارات انا ان شاء الله يتعلن الدرس لا مش نشك نتعمل مع الوحفة غازي الشوي نحن اخترناه قطلة الطيار الديمقراطي وتحياتون سومة اللي قدمنا الاسم الياس فخفاخ هو لبطلب السيد وكان في المستوى الياس فخفاخ وفي بالي اللي اسقط الياس فخفاخ هي حركة النظمة بيتيال للتضارع المصالح يشام الشيشي اخطأ وقلتها أنا ووكررها واعتقد اليوم كان السادع والسيد قيل سعادي يقول لك صحيح راني اخطأت في اختيار لم يكن الشخصي الموحفة وهذا رأى وداخل قلنا رانيش شخص واختبت ما عندهش تجربة سياسية معناها حتى في تقييمه نحن ما زالت عنا في نحبه رئيس الدولة هو اللي يختار من يشرف على هذا الفيوة كان اختار محمد الناصر معناش عليه حتى فيتو معناش فيتو معناش حتى فيتو وانا خدمت معه كنت نعارف فيه وفي مرحلة ما طلبت منه حتى سحب منه ثيقة كرئيس مجلس نواب ولكن شخصية محترمة شخصية عمل كريير ممتاز جدا اليوم معناش عنده رصيد معناش تاريخي وكفة ونجم يشرف ان شاء الله معناش صحته تسمح له انه يشرف وان شاء الله ربما رئيس الدولة كان معناش قبله هو مجرد اشراف ولكن فما فنيين وفما تقنين وفما خبراء هم اللي بيش يعملوا الوراشات كان معناش رب يكتب له الحوار بشاقع ويلزموا الحوار نعتقد اليوم الحوار او الانفلات او لقدر له الحرب الاهلية من يعطل الحوار بدون حوار ستكون الفوضى بدون حوار ستكون لقدر له الحرب الاهلية والحرب الاهلية رالي واقع نحبش نحبش نخوف التواصل لكن الحقيقة نحب نتكلم الحقيقة رأولي عايشينها بعض الدول العربية رأولي نجم ونعيشوها لحرب الاهلية لا ما نتصورش المؤسسة العسكرية اليوم الحمد لله عن مؤسسة عسكرية طول عمرها محايدة مؤسسة عسكرية وطنية مؤسسة عسكرية عمرها ما تبحث على المناصب وعلى الكريسيا وعلى السلطة وكانت عندها فرصة وقتها كانت السلطة معناها على قارعة الطريق في 2011 وما مشيت لهاش